السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها يا حب واضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاو على كل شيء منح موجودة في اليابان في كورية جنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص ايه السفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي ما نخللها تقدر تلاقي فرصة تعمل بكل سهولة. كمان كنا وفرنا فرصة وهي كانت فرصة تطاع في بيتنام وكانت عملية التقديم والقبول فيها حصلنا عن طريق قناتنا. آآ وتم علان الفائزين في هذه الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاء كتير. التقديم والقبول فيه حصلنا عن طريق قناتنا. بالاضافة كمان كنا وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنح انت عايزة تقدر تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم من نفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وكمان ما تنسوش اللي احنا وفرنا كورس اللغة الانجليزية الشامل من البداية حتى او من الصفر حتى الاحتراف في اللغة الانجليزية وان شاء الله بإذن الله مستمرين في هذا الكورس. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل وتضغط على الجرس صوية عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب اناوي كمان جميع رابط جروباتنا على واتساب جروبنا على فيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالمنح اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاو موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة دراسية ممتازة للدراسة عن بعد. يعني هتكون منحة دراسية انك هتدرس اونلاين آآ لمراحل دراسية. طيب الدولة اللي فيها الجامعة دي هي الهند. الجامعة هي دي الجهة المانحة وهي دي الجامعة اللي بتقدم الدراسة في تخصصات كتيرة جدا زي ما هنتكلم عليها بعد اشوية. طبعا تعتبر من افضل الجامعات آآ حول العالم ولها شركات مع جامعات كتيرة جدا ومؤسسات. الدول متاحة للتقديم في الفرصة دي كل دول العالم متاحة للتقديم. اي دولة تقدر تقدم دولة عربية السوية افريقية متاح التقديم بدون وجود اي مشكلة. في ملاحظة هنا عندنا ان نوع الدراسة في هذه المنحة اونلاين. يعني انت تدرس عن بعد اونلاين من دولتك من بيتك هتقدر انك تحصل على آآ شهادة تمام آآ سواء باكالاريوس ماجستير دكتوراه هتقدر انك تحصل على احد هذه الشهادات عن طريق دراسة اونلاين بدون صفر بدون عناق بدون اي شيء. وكمان الجامعة دي لكي تضمن لطلابها جود التعليم عليها قمت بعمل شراكات مع جامعات ومؤسسات كتيرة جدا وشركات كبرى رائدة من اجل التوجيه المهني للطلاب ليكون لهم فرص كبيرة في سوق العمل. يعني هي عاملة شراكة مع جامعات ومؤسسات كتيرة جدا. فبالتالي بعد تخرجك انت كده بتضمن ليك مكان في سوق العمل. آآ لانها طبعا جامعة من الجامعات العريقة جدا. بالاضافة كمان ان الجامعة دي موجودة في تلات دول. هي موجودة في آآ يعني ليها فرع في تلات دول. آآ فرع في دولة الهند وفرع في دولة سريلانكا وفرع في دولة زامبيا. تمام? آآ ليها تلات افراد. آآ كمان عدد المقبولين في الفرصة دي. الفرصة دي هيتم يقبول فيها اكتر من الف شخص. الف متقدم اكتر من الف متقدم هيتم قبولهم في هذه المنح. طيب آآ بالنسبة ليه المرحلة الدراسية المتاحة في المنحة دي. المنحة دي بتقدم لك دراسة لدرجة البكالريوس. انت لو عايز تاخد درجة الليسانس آآ او تدرس المرحلة الجامعية درجة البكالريوس متاحة. درجة الماجستير متاحة. متاحة. ودرجة الدكتوران متاحة. وكمان الدبلوم والدورات القصيرة متاحة برضو في هذه المنحة. طيب بالنسبة لنوع الدراسة. نوع الدراسة في هذه المنحة اونلاين. تمام? حيث مدة الدراسة للباكالريوس اربع سنوات. ماجستير اتنين سنوات. اه دكتوراء تلت سنوات. وكمان هتشمل الامتحانات. كل فصل الدراسي هيكون فيه امتحانات. وكمان هتحصل على شهادة التخرج. اه سواء اه الباكالريوس ماجستير دكتوراء على حسب الدرجة العلمية اللي انت مقدم عليها. هتحصل على شهادة زي اي شهادة انت بتحصل عليها من جامعة موجودة على ارض الواقع. تمام كده. طيب بالنسبة ليه التمويل الجامعة دي هتوفر لك رسوم الدراسة كاملة بالمجان. طبعا الجامعة دي الدراسة فيها بمصاريف ومصاريف بقهزة كتير. اه ولكن الجامعة دي هتوفر لك سكولارشيبة هتوفر لك منحة رسوم الدراسة فيها مية في المية كاملة مجانية. انت مش تدفع اي شيء خالص. اه كمان الدراسة والتخرج من افضل من جامعة من افضل جامعات العالم موجودة عليها. انت كده بتضمن لنفسك انك تدرس في جامعة من افضل جامعات العالم. اه طيب بالنسبة ليه التخصصات الموجودة في المنحة دي? لك ان تتخيل ان التخصصات الموجودة في المنحة دي برغم ان الدراسة انتخصصات كتيرة جدا. اه اول حاجة عندنا كلية ادارة الاعمال ودي طبعا كلية فبتلاقي ان فيه تخصصات فرعية كتيرة جدا موجودة بها الكلية دي. كمان كلية العلوم الانسانية والاجتماعية. كمان كلية الهندسة بتلاقي في كلية الهندسة تخصصات لحصر العلم. يعني تخصصات مرتبطة آآ بالكمبيوتر ساينس بسوفتوير. تخصصات مرتبطة تخصصات كتيرة جدا مرتبطة بالهندسة. كلية التربية برضو نفس النظام. فيها تخصصات كتير. كلية العلوم الزراعية. كلية الدراسات الدكتوراه. يعني دي كليات فيها تخصصات كتيرة جدا تقدر تنضم وتدرس آآ اي تخصص من هزي التخصصات. آآ هنا في عندنا ملاحظة ان هذه المنحة تحتاج شهادة لغة انجليزية بشكل نظام عند التقديم. انت مش محتاج آآ تقدم بشهادة لغة. مش محتاج يكون معاك شهادة لغة انجليزية خالص. الناس اللي بتدور على منح بدون شهادة لغة هيزي المنحة متاحة بدون شهادة لغة انجليزية. كمان ليس هناك حد اقصر العمر في هذه المنحة. يعني آآ مفتوح ليه التقديم لجميع العمار سنك تلاتين اربعين آآ فوق ذلك حتى خمسين تقدر تقدم. المهم ان سنك يكون فوق التمنتاشر سنة. ولو سنك اقل من التمنتاشر سنة لازم يكون معاك جواب بصاية يعني آآ جواب من الاهل آآ يعني يكتبوا لك خطاب كده انهم موافقين على الدراسة في هذه الجامعة لو سنك اقل من تمنتاشر سنة. فوق التمنتاشر سنة تقدر تقدم عادي وانت مسؤول عن نفسك. آآ بالنسبة للأوراية المطلوبة في هذه المنحة. مطلوب منك في هذه المنحة شهادة التخرج لاخر مؤهل دراسي انت حصلت عليه. مطلوب منك صورة شخصية ليك. صورة جواز الصفر وبطاقة الهوية. معاك جواز الصفر ماشي تحطه معاك البطاقة الشخصية وبطاقة الهوية تقدر ترفقها برضو. عندنا للتقديم للجامعة وفيه للتقديم للمنحة لازم تملى الاتنين دول وهنتكلم عليهم بعد شوية. كمان تكتب مقال السيرة الذاتية في مقال كده زي تقدم نفسك وكده. وفي مقال نية لازم تكتب هذه المقالات في برضو. طيب بالنسبة كمان لاخر موعد للتقديم في هذه الفرصة. لا يوجد موعد انتهاء معين للتقديم للمنحة. التقديم متاح اي وقت ويتم مراجعة طلبات المتقدمين قبل فصل دراسي جديد يبدأ. قبل اي فصل دراسي جديد بيبدأ. يعني انت مسلا المفترض ان الفصل الدراسي اللي انت عايز تقدم ليه هو في شهر فبراير. تمام? وانت هتقدم من دلوقتي. فهم يعني مسلا انت هتقدم في شهر آآ سبتمبر مسلا. والفصل الدراسي اللي انت عايز تبدأ فيه هو في شهر فبراير. تمام كده? فبالتالي الطلب اللي انت مقدمه كده هيعتبر طلب الفصل الدراسي اللي هو اللي هيبدأ في شهر فبراير. فبالتالي هيتم مراجعة الطلب قبل ما يبدأ الفصل الدراسي اللي هو في فبراير ويدوك القرار النهائي ازا كنت هتنضم ليهم ام لا. فبيتم مراجعة الطلبات قبل كل فصل دراسي. آآ كمان هنا عندنا ملاحظة اللي احنا كقناة منح من كل الالوان بانتيح حملية التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي وهتلاقي رابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا موجود في صندوق الوصف اسفق الفيديو. يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هزي المنحة ونوفر لك ملي وما الى ذلك متاح التقديم. لو عايز تقدم بنفسك ممكن تتبع شرح الفيديو عادي جدا. طيب وهنا انا هتطلقوا لينكين ده اللي اعلان الرسمي للمنحة والتقديم للمنحة. تعال نشوف كده الاعلان الرسمي. آآ هتلاقي بقى التفاصيل بتاعة المنحة هنا وهتلاقي كمان اللي هي الاستمارة اللي انت المفروض تملاها او اللي هي المنحة اللي انت المفروض تملاها. لان هنا عندنا خطوتين لازم تملا منحة وفيه تاني اللي هو التقديم للجمع. الاتنين منفصلين لازم تملا كل واحد وتبعاتهم آآ يعني مع بعض. طيب هنا هيزر معنا اسم الاسكولرشيب. اسم الاسكولرشيب هنا سي اف تمام دي اسم المنحة. آآ هتلاقي هنا يعني ذكر لك كده حاجات آآ يعني عن بسيطة وهنا بيقول لك اه سي اف سكولرشيب. هنا بقى تملا للمنحة. بتكتب اسمك بالكامل. تحط الايميل بتاعك. تحط عنوانك الحالي. آآ الدولة اللي انت مقيم فيها رقم تليفونك. البرنامج اللي انت عايز تقدم عليه. عايز تقدم على تخصص ايه بالزبط. آآ تتكلم على بتاعتك الخبرات بتاعتك لو عندك اي خبرات علمية. او عملية. آآ آآ تتكلم عن الخلفية التعليمية بتاعتك متخرج من ايه او درست ايه اخر حاجة. تتكلم عن العائلة بتاعتك. تتكلم عن نفسك. وهنا دي للناس اللي مقدمة على درجة المصدر او الدكتوراه. يعني بتعمل كده زي سيرش او حاجة زي كده. تمام? دول دي للناس اللي مقدمة على المصدر والدكتوراه فقط. اما الناس اللي ما ندمع على البكادريوس مش مطلوب منك انك تجاوب على هذا السؤال. اه وهنا بقى بيقول لك اللي هي الشهادات بتاعتك. اه اه لو عندك شهادات اخر مواهل دراسي للشهادات بتاعتك تحطها. لو عندك شهادات اضافية كورسات ما لا زالك تحطها برضو هنا. وبعد كده بتعمل صد مية نهاية للابليكيشن. ويبقى انت كده بعدت للمنح. طيب. كده خلصنا اول خطوة اللي هي التقديم للمنح. تعالى بعد كده نخش على تاني خطوة اللي هي التقديم للجامعة. ونركز في دي كويس جدا. تمام? هيفتح معنا التقديم للجامعة. هو برضو هتلاقي كده مش كبير. هتلاقي بسيط زي زي ده كده. تمام? آآ وحتلاقي هنا كمان اختيار للتخصصات. هزهر لنا التخصصات اللي انت المفروض تختار منها. اللي هي اللي احنا قلناها هنا. تخصصات اللي هي كلية ادارة الاعمال وكلية العلوم الانسانية وما إلى ذلك. هزهر لنا التخصصات هنا تقدر تختار التخصص المناسب لك. هتلاقي هنا التخصصات. فبيقول لك عشان تملى للجامعة لازم تختار التخصص الاول من دول او الكلية الاول من دول. تمام? عشان تقدر انك تكمل عملية التقديم. فانا مسلا اختار كلية الهندسة. تمام? عشان انضم لها زي الكلية وقدر اقدم لها. فانت تشوف الكلية اللي انت عايز تقدم لها وتختارها اولا. يبقى يجب اختيار عند التقديم للجامعة. يجب اختيار الكلية اللي انت عايز تقدم ليها اولا. وبعد كده ظهر لك الاشياء اللي انت هتكملها. طيب هنا بيقول لك بيديك التخصصات اللي موجودة. وهنا هتلاقي التخصصات بتاعت كل كلية. يعني هنا كلية الهندسة تخصصاتها هتلاقيها تظهر لك بالنسبة بالنسبة الماجستية. ولو فيها دكتوراه هيظهر لك. ما فيهاش مش هتلاقي درجة الدكتوراه موجودة. كذلك برضو لو رجعت واخترت كلية البيزنس. كلية ادارة العمال. هيظهر لك برضو تخصصات هنا. وهكذا. طيب. هنا ده الابليكيشن اونلاين ابليكيشن. هتيجا حضراتك هنا وتكتب اسمك. ليجندر بتاعك. تاريخ ميلادك. آآ العنوان بتاعك رقم التليفون. الايميل بتاعك. المدينة اللي انت مقيم فيها دولتك. وتحط هنا الاي دي بروف. اللي هي آآ صورة جواز الصفر او صورة الهوية. تمام? وتكتب رقم الاي دي. لو عايز تحطه ماشي مش عايز تحطه خلاص. وهنا تختار الكورس. اللي انت عايز تقدم عليه. تختار عايز تقدم ماجستير دكتوراه. تختار مسلا انا لو هقدم على آآ باشولر مسلا. باشولر مسلا. اختار دي. آآ تختار هنا المود. عايز المود بتاع الدراس ازاي? اونلاين. تمام? تختار كلمة اونلاين. وهنا تحمل صورة شخصية لك. تمام? وطبعا هنا تكتب آآ معلومات الاحد الوالدين. آآ تمام كده. وهنا بتحط بقى اليوزر نيم واللوجين ايميل والباسورد. بتحط طبعا معلومات آآ تسجيل الدخول. يعني عشان ممكن لو انت حبيت ترجع للابليكيشن مرة تانية تقدر تخش عليه مرة اخرى. فبتحط هنا اليوزر نيم وتحط اللوجين ايميل والباسورد بتاعك وبتحتفظ بهم. وبعد كده بتضغط على كلمة هنا وبتعمل صبمية للابليكيشن وبكده بيكون انت سجلت في الجامعة وسجلنا هنا في المنح. وبيكون كده التقديم للمنحة او للجامعة دي مكتمل وبتنتظر النتيجة ان شاء الله. يبقى عملية التقديم مش معقدة آآ فيه كليات كتيرة جدا في المنحة دي وده اللي بيميزها للدراسة اونلاين وفيها كليات كتيرة جدا. آآ الدراسة طبعا في جامعة من افضل جمعات العالم متاحة آآ لمواظن المراحل الدراسية ودي حاجة ممتازة جدا. فيريد تقدمولها وكمان العدد اللي مقبول فيها هيعدي اكتر من الف شخص. فبالتالي عدد كبير جدا ان شاء الله يتم مقبوله. ودي حاجة برضو ممتازة جدا. آآ وان شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول لكم فيها زي المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.